بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة المقبلين على شهادة البكالورية تخصص هندسة الطرائق الآن بعد ما كملنا وأتممنا الدروس النظرية للديناميك الحرارية نتمنى تكون الدروس وصلة الفكرة والمغزأ والمفهوم الآن سننطلق في حل بعض التمارين الواردة في بكالورية وزارة التربية التمرين هذا اللي هو واردة في بكالورية 2013 تمارين هذا مليح عنده عدة أهداف لذلك نقرأوا نص التمرين مليح ونتعلموا كيف نقرأوا نص التمرين ونتعلموا كيف نبدأوا نحلوا فرع الآن ننطلق في قراءة نص التمرين النص التمرين هذا اللي كان هو التمرين الثالث من الموضوع الثاني أو الموضوع الأول وشي يقول عليه على خمس نقاط عنده 25 درجة لدينا التفاعلان التاليين اللي هو التفاعل الأول عنده دلتا آش واحد ما أعطاننا القيمة نتاحة الآن أكيد أنت كتلميذ لما ما أعطانك القيمة أكيد أنتظر السؤال سيقول لك أحسبها لي أعطاننا التفاعل الثاني اللي هو تشكل النشادر دلتا آش اثنين القيمة نتاحة الآن السؤال الأول استنتج أنطالبي تشكل غاز النشادر دلتا آش اف آش ثلاث الآن لو نبدأ نحسب المتفاعل الأول لا يوجد أي شيء المتفاعل الأول أصلا أنطالبي التفاعل لا يوجد أي شيء كيف سنحسب أنطالبي twor وهذا ما ي nadzieję لهذا أنطالبي تشكل إذا بنسبة أنطالبي التفاعل على إستعمال هذه التفاعل باستعمال أنطالبيات التشكل نحن لدينا أنطالبي التفاعل في صح we can'tan'talبي التفاعل نستطيع إصبه بأنطالبي التشكل إذا سنستطيع إصبه هذا التفاعل لحساب أنطالبي التشكل نحن الآخر السؤال الثاني أحسب أنطالبي للتأش واحد للتفاعل واحد الآن كيف سأقول لك أنطالبي التفاعل سنستعمل قانون هذا كذلك، نستعمل تشكل الماء نقل الآن تن 8 مؤهد 8 مؤهد 9 مؤهد 10 مؤهد 10 مؤهد 10 مؤهد 10 لذلك كان السؤال الأول، أحسب تشكل التشكل إلى انستغل في حساب نطالي بيتفاعل 1 هل تلاحظت هذا الشيء ؟ وقد أعلقك أنتب اخرى تشكل الماء الحالة السائلة لأنها من أنطالب التشكل عقم 2 السؤال الثلاثة أحسب الفرق دلتا H ناقص دلتا U دلتا H ناقص دلتا U هل أين شفتها؟ شفتها عندما علاقنا العلاقة بين دلتا H و دلتا U اللي هي كان دلتا A ديو سوي لك دلتا E زائد دلتا N في الحالة الغازية RT وهذه ثبتناها سابقا بصح وش قال لي اطلب منك اطلب لك في الحالتين اذا كان الماء الناتج للتفاعل اولا بالنسبة للتفاعل رقم واحد اذا كان الناتج في الحالة السائلة اللي هو الماء واذا كان الماء الناتج في الحالة الغازية اثنين الآن يعطى R رابعا أحسب طاقة الرابطة هنا السؤال نرمو يقول لك شو أحسب طاقة الرابطة نرمو أحسب طاقة تشكل الرابطة هذه نباة نتكلم فيها أحسب طاقة تشكل الرابطة وليس ما نقولوش أحسب طاقة الرابطة فقط ونحصل لازم أقوله أحسب طاقة تشكل الرابطة أو أحسب طاقة تفكك الرابطة ونحن تكلمنا في هذا الشيء كثير لما يطلب منك أحسب طاقة تشكل الرابطة نسيبها بالسالب وإذا يطلب منك أحسب طاقة تفكك الرابطة نسيبها بالقيمة الموجبة وأعطى لك المعطيات هذه الآن سؤال خمسة كم تصبح قيمة دلتا عش 2 للتفاعل الثاني عندها 550 درجة الآن هذا وشنو قانون؟ كيرشوف الآن كما كنت نتكلم كي تكون تقرأ في التمرين تبدأ تكتب كمعطية أنت كتلميذ مقبل شهدت الباخيرية في الموضوع تكتب هنا نقوله تطبيق مثلا قانون هس بيجي تكون سهل الأمر لروحك نفس الشيء سؤال الثاني قانون هس هنا هذا قانون اللي هو دلتا عش تحطه في ورقة مصودة والله في الورقة المزوجة تتخدم في الورقة الاسئلة دلتا عش تسوي لك دلتا ا زائد دلتا ان حالة غازية ار ت معناها سهلت الأمر لروحك واتطبقوا في الحالة ألف وحالة أبا أحسب طاقة الرابطة تشكل الرابطة قلنا تشكل ما قلوش طاقة رابطة فقط ونسكتوه لأننا قلنا توحدة صيغة الأسئلة أحسب طاقة تشكل الرابطة معناها رح نطبق قانون هس باستعمال طاقات الربط معناها قانون هس باستعمال طاقات الربط السؤال الآخر وهو قانون كيرشوف بالصح وما أعطي لك هنا أعطي لك CP بدلات وماذا هو T معناها نطبقوا حالة من الحالات التي تكلمنا عليها في الدرس النظري اللي باستعمال قانون كيرشوف لما يأطي لك CP باستعمال ماذا باستعمال طاقات الربط الآن نشرعه في حل التمرين الأول سؤال ليه هو وش قلنا باستعمال باستعمال قانون هس الحل 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 وليس الحال الحل مزلت خطأت في نفس المشكلة الحل قلنا الحل واحد استنتاج ماذا دلتا آش أف وش نوع أن آش ثلاثة الحالة الغازية آيوة قلنا بتطبيق قانون هس وش نقول عدنا دلتا آش اللي هو التفاعل الثاني وش يساوي لك المعيار يساوي لك مجموع آن إ دلتا آش آف وش كون نواتج ناقص مجموع آن إ دلتا آش المعيارية آف وش كون متفاعلات آيوة لأننا بدون نطبقه عندك دلتا آش الثنين اللي هي هايوة عندك وش تساوي لك عدنا النواتج اللي هو ثنين دلتا آش آف هذي اللي طلب منك نحسبوها آن آش ثلاثة غازي ناقص ما عدنا متفاعلات ما عدنا ناقص دلتا آش آف وش كون ننتعي الآن ثنين وهذه رح تروحنا بسفر غازية ناقص ثلاثة دلتا آش آف وش كون آش ثنين حالة غازية إذن قلنا هذا تروح بسفر وهذه تروح بسفر وش تبقى لك تبقى لك دلتا آش بنين وش يساوي لك يساوي لك ثنين دلتا آش آف وش كون ناس آن آش ثلاثة حالة غازية إذن يسلزم دلتا آش آف آن آش ثلاثة حالة غازية وش تساوي لك تساوي لك دلتا آش الثنين ونقص Elektilil معناها دلتا آش Hir وهي القيمة delta H2 ونقسمها على 2 هذه delta H2 نعطيها لك وهي نقص 92 ونقسمها على 2 رح نصيبها وهي نقص 46 تطبيق عددي معناها delta H F N H 3 الحالة الغازية وش تسوي تسوي لك نقص 46 كيلو جول هاي القيمة شتوش حال سهلة معناها طبقنا قانون نهيس ونعاود ونكرر تطبيقات هذه العلاقات لازم تكتبوها لأنه هذي كمثال أنا كأسر هذه المدع لها 0.25 هذه المدع لها 0.25 وتوجدوها في البكالوريا هذه الخراء 0.25 تطبيق العددي 0.25 اللي هي هنا الآن تطبيق العددي تتعوض القيمة بعد ذلك كيف تحسب معنا لمدتهي المرحلة الإقبال لتطبيق العددي اللي هي تتعوض القيمة 99 تقسيم 2 معناها هذه 0.25 والنتيجة 0.25 معناها لو كانت تخدم غير الأخيرة للنتيجة الأخيرة معناها توضر شحال 0.25 0.25 معناها توضر نقطة وتضي 0.25 ومبعثة تقول بالله ظلموني في العلامات البكالوريا هذا السؤال الأول الآن السؤال الثاني أحسب أنطالبي ماذا دلتا أش واحد الآن هنا عدنا بتطبيق ثانيا حساب دلتا أش المعيارية واحد معناها نفس الشي بتطبيق قانون هس ما نعاوذ هذه العلاقات معناها لدينا دلتا أش واحد نعاوذها مباشرة وماذا تفعل تفعل لك ثلاثة نحن نرم دلتا أش تشكل نواتج ناقز دلتا أش أف المتفاعلات نحن لا نكتبها نحن لا نكتبها معناها ثلاثة دلتا أش عفوا دلتا أش نعمل أش أش أو تشكل نتعلم اللي هو في الحالة السائلة زائد ثلاثة دلتا أش أف نتعلم نتعلم الآن ثنين في الحالة الغازية هذو المتفاعلات ناقص ثنين دلتا أش أف مشكون آن أش ثلاثة حالة غازية ناقص ثلاثة على ثنين مشكون دلتا أش أف شكون الأودو حالة غازية تطبيق عددي تطبيق عددي رح تطبق تطبيق عددي عندك الماء هو أعطها لك اللي هي ناقص 86 ناقص 2 في دلتا أش الناشد اللي صبناها في الحالة الأولى في السؤال الأولى هي ناقص 46 كيف تحسب رح تحسب رح تجد دلتا أش واحد المعيارية شحال يسوي لك تجد ها اللي هي ناقص 766 كيلو جول ها نحسب دلتا أش واحد واضح هذا السؤال الثاني الآن السؤال الثالث والركز فيه الآن مليح سنفتح صفحة جديدة السؤال الثالث الذي قلنا هو ثالثا نحسب دلتا أش ناقص دلتا أش عدنا حالتين حالة الأولى أو ألف الاش ثنين أو يكون لك للتفاعل قلنا نقم واحد للتفاعل واحد معناها لهذا التفاعل ها الآن كيكون لك نعوض نكتب نحسب دلتا أش يسوي لك دلتا أش زائد دلتا أن في الحالة الغازية RT ها يوه الآن نقول دلتا أش عفوا ناقص دلتا أش ما يسوي لك دلتا أن حالة غازية RT الآن دلتا أن وما ندو بما أنه الماء سائل في الحالة الأولى ماء سائل معناها ثلاثة هذه من الدهاش معنا دو غير واحد معنا نحسب دلتا أن في الحالة الغازية وما يسوي لك يسوي لك واحد ناقص هنا عندك ثلاثة على اثنين ثلاثة على اثنين زائد اثنين هذه نحسبها نحسبها ناقص 2.5 مول آيوه هذه في الحالة الأولى وبعد نعوض دلتا أش ناقص دلتا أش وما يسوي عدنا نحن ناقص 2.5 في أر اللي هو 8.314 في 298 هذه نحسبها رايح ننصبها ناقص 6.1 ومية وثلاثة وتسعين فاصل ماذا فاصل 93 كيلو جول فقط جول هذه بالوحدة الجول دلتا أش ناقص دلتا أش لأننا لم يحولنا أر إلى كيلو جول لنصبه بالكيلو جول هذه الحالة الأولى واضح الحالة الثانية الحالة الثانية ماذا يقول لك لما يكون الماء غازي معنى أبا آش ثنين أو غاز معنى غازي كيكون غازي معنى الآن نطبقوها معنى دلتا أش ناقص دلتا أش يسوي لك دلتا أن في الحالة غازية أر تي نحسب دلتا أن في الحالة غازية وش يسوينا في هذه الحالة يولي الماء ندخله معنى ثلاثة تعلمة زايد واحد ناقص اثنين أو ناقص اثنين زايد ثلاثة على ثنين هذي كي نحسبوها رايح ننصبوها سفر فاصل خمسة مول هنحسبنا نعوضو دلتا أش ناقص دلتا أش وش يسوي سفر فاصل خمسة في ثمانية فاصل ثلثم وربع عطاش في ميتين وثمانية وتسعين كيلفن هذي كي نحسبوها رايح ننصبو دلتا أش ناقص دلتا أش وش يسوي راح تساوينا ألف وميتين وثمانية وتلاثين فاصل ثمانية وسبعين جول آه هذا هو الفرق في الحساب أنه كي استعملنا الماء الغازي دخلنا قيمة ثلاثة أما كي استعملنا الماء السائل هذه الثلاثة ما كان شكرا واضح آه آه الآن نواصل حل التمرين رأنا في السؤال ربعة أحسب طاقة الرابط هنا طلب منك طاقة الرابط صح هنا لا نزيد كلمة طاقة تشكل آه طاقة تشكل الرابط N H الآن سؤال ربعة دلتا H معنا F و N H نحسب هذا طاقة تشكل الرابط هذا أول شي في النشادر معنا لازم نكتب المخطط هذا من قوانين هس قانون هس نستعمل باستعمال طاقة التشكل أو باستعمال حالة وسطية أو باستعمال طاقة الربط وهذه حالة من حالة قانون هس معنا باستعمال طاقة الربط معنا نكتب N H 3 غاز هذه تشكل لك هنا معنا دلتا H ثلاث 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 حالة غازية نتشكل لك من N ثلاث و نتشكل من H ثلاث نوز المعادلة N ثلاث نضرب في النصف و H ثلاث 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 nós Hu ثلاث 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 H F wedWatch N H ثلاث ثلاث contributes what Then D H N D N N وعندنا ثلاثة على اثنين دلتا أش هل يكون دي منتاع أش أش الآن ما نفعله سيقول لك تكون هذه تعقيمة سلبة ماذا سنقولون تقل تشكل الرابطة معانا تكون قيمة تحسال ماذا سنفعله نفعل هذه دلتا أش أف تشكل تعالى أش ثلاثة دلتا أش أف لفكسهم تعالى أش ثلاثة حالة غازية ماذا سنفعله؟ يساوي لك المتفاعلات زائد النواتج معانا تساوي لك نصف دلتا أش دي ماذا سنفعل؟ تعالى أش ثلاثة على اثنين دلتا أش دي تعمل تعالى أش أش رابطة بين أش أش زائد ثلاثة دلتا أش أف دلتا أش هاي واه نحن نحوص على هذه القيمة هذه معانا نقل هذه للطرف الأخر ونقل هذه للطرف الأخر ونقل هذه للطرف الأخر وثم نقسم معلما على ثلاثة ونعوض تطبيق عددي ونعوض التطبيق العددي وإلى آخره سنجد العبارة وهي نخرج دلتا أش تشكل دلتا أش ونعوض تطبيق عددي وماذا سنجد سنجدها هي ناقص 390.83 كيلو جول على المول أنا لقد قمت بتطبيق عددي لماذا قمت بتطبيق عددي ونعوض نرجع للقيمة العبارة قلنا تنقل نحوص عليها هذه نعوض الكتب الأخضر هذه نحوص عليها هذه ما نقص عليها معانا نقل نقل نصف دلتا أش آن آن نقلها للطرف الأخر لأن هذه القيمة عندي دلتا أش أف آن آش أش وهذه ثلاثة على ثنين دلتا أش أش نقلها للطرف الأخر تبقى لك دلتا أش آن آش الطاقة التشكل الرابطة تساوي دلتا HFNH3 ناقص نصف دلتا HNN ناقص ثلاثة على ثنين دلتا HDHH ونقسمهم كامل على ثلاثة لأن هذه المضروبة فاش في ثلاثة هذه القيمة تحت ثلاثة وكيف نحسب ونعوض وتطبيق عددي سنلقوها هي ناقص 390.83 كيلوجول ملاحظة فقط هنا في هذا الموضوع لماذا اضفت كلمة تشكل؟ لأنه في البقادورية لا يطلب منك تشكل أو تفكك سأعطي لك احسب طاقة الرابطة لأن هنا التلميذ يحسب يديرها باستعمال تشكل سيقوم باستعمال تشكل سيقوم باستعمال زائد ولكن لديك طاقة تفكك يجب أن يدير إشارة ناقص هذا هو الفرق بين الزائد والناقص وفي البقادورية لا يطلب لا يطلب منك تشكل أو تفكك لذلك التلميذ عندما يحسبها بالناقص سأعطي إشارة ناقص سأعطي إشارة ناقص سأعطي إشارة ناقص وفي البقادورية سأعطي إشارة موجبة سأعطي إشارة ناقص مع تحقيمة وفي البقادورية قريبا سأعطي إشارة ناقص سأعطي إشارة ناقص مع إشارة ناقص مع إشارة كارشوف السؤال هذا السؤال خمسة حساب دلتا H2 باستعمال قانون كيرشوف قانون كيرشوف ماذا يعطينا؟ وهو دلتا H T جديدة ماذا تفعل؟ تفعل لك دلتا H T0 المعيارية زائد التكامل من T0 إلى T دلتا CP دلتا الآن ما سنفعله؟ الآن يجب أن نحسب أول شيء دلتا CP ودلتا CP سوف نرى بدلالة T ما سنفعله؟ يجب أن نجعل التكامل أول شيء يجب أن نفعله عبارة دلتا CP لكي نضعها في التكامل دلتا CP ما سنفعل لك؟ مجموع CP نواتج ناقص مجموع CP متفاعلات هذه مفروق منها الآن ما سنفعله؟ ما سنفعله؟ ما سنفعله؟ ما سنفعله؟ تفاعل الثاني تفاعل الثاني معناها CP 2CP ناقص 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 3CP تفاعله 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 ما سنفعله تفاعله تنوذ النبوات تفاعله محيات طبعا La T تفاعله تفاعله 550 كامل بنسبة سنبع الان 823 كالفن وجود الإنسان الآن سوف نكتب دلتا HT ما تفعله لك؟ تفعل دلتا HT0 ما هي الحال؟ ناقص 92 نعرفها نضربها في عشرة قوة ثلاثة نحاولها للجول زائد التكامل التكامل اللي هو هذا بالقوصين الآن معناها من 298 إلى 823 نفتح القوصين عندك ناقص خمسين فاصل خمسطاش ناقص ثمانية فاصل ثمانية في عشرة قوة ناقص ثلاثة T رأنا اللحظة باللي قلنا دلتا CP لديها علاقة بـ T إذن سوف نرى ما هو الحاجة التي كاملتها أعطت لك ناقص خمسطاش ناقص خمسطاش ناقص خمسطاش ما عندها هنا أعطت لك ناقص ثمانية فاصل ثمانية في عشرة قوة ناقص ثلاثة T نفتح الصفحة الآن معناها دلتا H عند ثمانية ثلاثة وعشرين ما هو ساوي ناقص ثلاثة في عشرة قوة ثلاثة زائد ماذا؟ أو ناقص ناقص خمسطين فاصل خمسطاش T هذه تخرجتها في T لأنها ما حاجة أشتقيتها لك ناقص خمسطين فاصل خمسطاة فقط هي T وهذه تخرجتها من 298 إلى 823 ناقص ما حاجة أشتقيتها لك T وهي T مربع على ثنين معناها هي ثمانية ناقص ثمانية فاصل ثمانية على ثنين في عشرة قوة ناقص ثلاثة في T مربع من 298 إلى 823 ناقص ما نفعله؟ نعوض حدود التكامل معناها تتكلم تساوي ناقص ناقص 92 ناقص 92 في عشرة قوة ثلاثة ناقص 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 50.15 في 823 ناقص 298 ناقص 8.8 على ثنين في عشرة قوة ناقص ثلاثة في 823 مربع ناقص 298 مربع ملاحظة هنا ما نديروش نكتبها وبعد نحذفها ما نديروش 823 ناقص 298 بقوة ثلاثة لكل مربع هذا خطأ هذه ما تساويناش هذه هذه العبارة هذه العبارة لا تساوي هذه العبارة هكذا هذه حذارة بثاف تلاميذ يخطوا يقولوا بما أنه مربع إذا نديره 823 ناقص 298 كل مربع وهذا خطأ لا يجب أن نديره 823 ناقص 298 هذه مربع وهذه مربع رحوا جربواها أحسبوا هذه وحدها وأحسبوا إياها هل تقريباً أو ما تقريباً ما هو ما تقريباً أنا أكد لكم الآن بالإيما ما تقريباً نحذف هذا الذي كتبناه الآن الآن كنعوضوا نحسبوا تطبيق عددي سننصبوا دلتا آش عند 823 المعيارية وما سنصبها ناقص 120 الف و 918 فاصل 26 جول كنحولوها للكيلو جول رح تولي عندك هي ناقص 120 فاصل 91 كيلو جول هذه هي قيمة باستعمال قانون كيرشوف واضح؟ هذا التمرين الهدف أنت أول شيء أننا استعملنا تفاعل وهو حسبنا دلتا آش تشكل باش نستعملها في تفاعل ثاني باش نحسبه أن طالب يتفاعل كذلك باستعمال الفرق العلاقة بين دلتا آش و دلتا آش لكي نفرق بينها تكون حالة سائلة و حالة غازية ما هو المغزى؟ كذلك نتعلمنا نحسب بطاقة رابطة معناها استعملنا قانون كيرشوف في هذا التمرين عنده ثلاث أهدا استعملنا قانون كيرشوف باستعمال طاقة التشكل باستعمال طاقة الربط و كذلك استخدمنا قانون كيرشوف باستعمال لما تكون عندها تي تكون قيمة عندها بدلال تي اللي تكلمني عليها في الدرس النظر عاودوا هذا التمرين مليح و راح نحلو كل مرة نحلو تمرين و كل تمرين تدوم منه أفكار هكذا بالتوفيق إن شاء الله ما تساوناش بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم